سلام عليكم وأهلا وسهلا بكم سلام للجميع أنا الموسيقى هيك تحفزني نجيب دائما ندخل مبتسمين على الرتم أهلا وسهلا بكم جميعا في نادي الكتاب زي ما وعدكم محمد عيسى دائما بجيبلك روايات رائعة اليوم في رواية كاتبتها تونسية والرواية من الروايات الجميلة جدا طبعا الهدف بس سريعا من هذه الحلقات هي أنه نحن نحاول نوصل لأكبر عدد من القراء اللي بيحاولوا أنهم يخلصوا هاي الروايات ما بدنا إياهم 100% خلصوها بس يحاولوا يخلصوها خلال أسبوع رواية عدد بيختارها محمد بحوالي 100-150 صفحة عشان يقدروا الناس يقرؤوها بوقت مناسب صح يعني كل يوم واحد قراء ساعة أعتقد قبل سبع أيام بيخلصها وبعدين بنناقش هاي الرواية في الأسبوع اللي قبل بعده وبنقترع عليكم الرواية القادمة طبعا بلا استثناء كل الروايات اللي عم بنجيبها لأن احنا بنعرف صعوبة حصول على روايات بيضاوي بيضاوي أنا بدي أحكي شغلي يمكن محمد ما قابل يحكيها من زمان محمد عنده زي جروب أو هو ويب بيج أو صفحة على الفيسبوك صح فيدات الفيسبوك أنا بدي أسأله عنها لأنه أنا بحكي له دايما يحكي عنها وما بحكي ببيعوا بعض الكتب العربية طبعا اللي بيتوفر عندهم بحطوا لهم بحطوا هذه الإعلانات الموجودة وبتقدر تشتري بالعدد المتوفر فهي first come first serve كتب روايات رائعة جدا أنا شفت الماتيريا للبوبليشنج It's very beautiful حكينا عن اسم هذا البيج أو ريشي محمد البيج اسمه عربوكش عربوكش البوكش هو يعني الناس اللي تقرأ بيسموهم بوكش فأنا أخذت الكلمة العربية وضفتها إلى وسويتها عربوكش لأنه كل الكتب اللي عندي هي طبعا باللغة العربية واختصاص أدبي وقصة وشعر ورواية ودراسات أدبية وتاريخ ورحلات وتراث يعني سميه لو راح على الفيسبوك وكتب بالعربي عربوكش بيسموهم يطلب وبتوصلوا لكل كندا وصلوا لكل كندا وأمريكا كمان أوكي ممتاز في عندكو عدد كويس من الروايات الآن؟ والله أنا عندي تقريبا بحدود أكثر من 250 رواية هذه مكتبتي الخاصة أنا أنا تقريبا تسعين بالمئة من عدن قاريهم والكتب اللي ما قاريها طبعا قالها على جنب وما عارضها وكل يومين ثلاثة نزل يعني نعرض الكتاب والحمد لله الفكرة لاقت رواج جيد لا بأس به جيدا نقدر نقول ما نقول لا بأس به لأنه الظاهرة أكون في قراءة كثيرين مهتمين بالقراءة العربية حاليا رغم مشاغل الحياة بالغرب وأنت أعرف بهذا الموضوع من عندي وانشغالات الناس والضيق الوقت وهذه الأمور ولكن أكو رواة قراءة كتاب عربي هوا يسألوني مثلا يكتبون مثلا يقولون من يراسلونه يقولون أن تعدكم مكان مكتبة يعني نجي نزورها فقلتني يعني إن شاء الله بالمستقبل ممكن يصير مكتبة أو كافية أو نادي كتاب أو أي شيء من هذا القبيل الله يا محمد يعني هذه أمني أنها تصير عندنا شيء زي كذا أنا شفت في مونتريال في مقهى لا في مكتبة الشركة ولكن في مقهى إسباني عنده كتب إسبانية وحاطت يعني كتب شكلها دونايتد أو شريها بس فري نايس بلاقي الناس قاعدة كل واحد بشرف نجانا هو بقرأ كتاب برجع الكتاب وبطلع برجع بعد يوم بلاقي الكتاب نفسه بقرأ فإن شاء الله نوصل لمرحلة إنه نعمل إشي زي هيك يعني إن شاء الله طبعا هو هنا أنا في المدينة عدنا بأوتوا أكو في مكتبة تسويها نفس الشيء نفس الفكرة أنه هي قهوة ومكتبة في نفس الوقت اسمها بلاك سكورل على البانك ستريت تنزل الجسر وانت جاي يعني من ساندي هيل تنزل الجسر صار مقابل السينما ماي فير سينما عرفتها يس هذه طبعا أجواءها جميلة جدا كل يوم خميس تمع وسبت يجبون لوكال باند ويعزفون موسيقى من هذه المرات هادئة مرات روك بس يعني شيء جميل جدا يسوين أجواء حميمية مثل ما يقول لك من ناحية اختيار الأثاث العرض ما للكتب مالتهم البرزنتيشن ما لقهوة مالتهم تروح تشرب عندهم شاي روسي ايو والله فأنا حبيت هذا لازم أروح عم لازم أسروح طبعا في شغلة بس حابين نحكي عنها إنه الكتب اللي بيأرضها محمد على عرب وكيش ليست هي نفس الكتب اللي احنا بنناقشها معظم الكتب أو كل الكتب اللي بنناقشها محمد بحاول يجدها بي دي اف عشان ما يتكلف أحد بشراءها وما يتحجج أوه والله لازم أشتري الكتاب وأنا صعب أشتري الكتاب وبتعرف الحجج اللي بتبدأ عند الموضوع هذا أبدا ولا تنتهينا كل الكتب بلاستتنا موجودة على رابط مكتبة كنار كلها بي دي اف سواء اللي هنخكي عنها اليوم أو اللي هنقرأها للأسبوع القادم أو اللي قرأناها في الأسابيع القادمة فكلها موجودة ممكن تنزلوها فور فري من الرابط اللي موجود أمامكم موجود في الكومنتز أول واحد إذا بتحبوا تدخلوا عليه وتنزلوا الكتب اليوم بدنا نحكي عن هذا الكتاب طبعا بس بدنا نحكي شغلة محمد وأعطيك المايك محمد دايما بيختار كتب أول إشي كتب هاي كلاس يعني معظم هم أخذي جوائز أو مؤلفين هم أخذين جوائز هذه الطريقة اللي بيختار فيها الكتب معظم الكتب اللي بيختارها بين رواية وقصص شعرية وكتب غريبة شوية يعني إلها إلها رونة وبالوصف والهاي وشي الثالث محمد فعلا أبدأ في عمل مزييك من الكتب من الكتاب العرب فاختار من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب وهذه يعني من الشغلات اللي إحنا في كنار عندنا فيجين إنه يعني صحيح إنه معظم اللي معنا من من منطقة الميدل إيست بدي أحكي لكن أجين نحن نرحب بالجميع من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب من المغرب العربي إلى الخليج ومن بلاد الشام إلى السودان والصومال طبعا أكيد فضل محمد اليوم حنيحي عن رواية تماث تماث ومثل ما دائما مثل ما عودنا المتابعين الكرام أنه نتكلم عن رواية ننطي استعراض للكاتبة وشوية فكرة عن الكاتبة ومن ينهيها وشون يعني ما هي مؤلفاتها عروسية نالوتي قديبة وكاتبة سيناريو تونسية تخلي خطين جوه السيناريو من مواليد 1950 في جزيرة جربا لذلك هما يسموها جرباية يعني دائما التونسيين بينهم يقولون رواية جرباية يعني من ذيك المنطقة يسموها على اسم المنطقة اللي هي ولدت بيها ومن سويت سيرتاني اللي قال لاحظت هذا الموضوع ومعلفة رواية تماسي اللي راح نناقشها اليوم وهي أحدى أفضل مائة رواية عربية أكملت تعليمها الابتدائي بعدين أقول لك يا تسلسل هذه الرواية ضمن القائمة مائة رواية عربية أكملت تعليمها الابتدائي والثانوي والتوجيهي بتونس العاصمة حصلت على إجازة في اللغة والآداب العربية سنة 75 اشتغلت بعد التخرج والتعليم في معاهة الثانوية كما عملت في الصحافة وأنتجت برامج الإذاعية وكتبت المقالة الصحفية قصة القصيرة رواية المسرحية لها عديد من الدراسات الأدبية وهي عضوة نادي القصة واتحاد الكتاب التونسيين من مؤلفاتها نداء المستقبل تجديب فوق النيل نساء وأقلام شخصيات وقضايا البعد الخامس هي مجموعة قصصية مراتيج هي رواية أصدرتها سنة 1985 جحى أجمة النمل على قرية التنين والزيتون قصص للأطفال تماس رواية هذه اللي راح نتكلم عنها سنة 1995 وساهمت في كتابة سينياريوهات أفلام تونسية مهمة جدا منها فيلم خشخاش للمخرج مخرج سلما بكار وفيلم ثلاثون للمخرج الفاضل الجزيري سنة 2008 يعني من خلال استعراض مؤلفاتها يعني شفنا أنه هي تكتب في طيف واسع ومدى واسع من الكتابة من قصص الأطفال إلى السيناريو إلى القصص القصيرة إلى الرواية إلى المسرح بالإضافة إلى العمل الصحفي فهذا أكيد راح يعني يكون مخزونها الثقافي واسع جدا واللي انعكس على روايتها تماس الرواية تقع في 127 صفحة مقسمة على ثمان فصول وهي من إصدارات دار الجنوب للنشر في تونس الرواية تسلسلها 39 ضمن أفضل رواية عربية في القرن العشرين يعني يعني نشوف أنت يكون هناك روايات وكتاب عظام وأنا ما على الأسف أنه أحنا مشكلة أكو مشكلة بين الشرق بين الغرب بين المغرب العربي قل نقول أو شمال أفريقيا وبين الشرق يعني مثلا في ناس كثيرة مثلا أنا سألت أصدقائك سامعين بهاي الرواية يقولوا لا حتى بالرواية ما هم سامعين أي هذه مشكلة لأنه ما أعرف هي مشكلة تصدير الكاتب لنفسه مشكلة دار النشر وهي مشكلة عزلية بالنسبة للكتاب دائما رواية عن المرأة وكتبتها مرأة بلغة ممتازة شاعرية وسردون سلسن هادئ نقلت بصفة تشريحية وضعية المرأة التونسية خلال فترة حرب الخليج في تسعينيات القرن الماضي وقبلها عن طريق تتبو حكاية زينب وزينبين بالرواية شخصيتهم وعائلتها والشخصيات في تماس شخصيات مأساوية دائما لأنه الوضع في ذلك الزمان في التسعينيات وضع الحرب الخليج كان وضع قلق في المنطقة العربية أحدث انقسامات وشرخ داخل أكثر ما هو الشرخ موجود سابقا مع الأسف شخصيات مأساوية تصعد طارده لمصائب دون أن تكون متسببة في ذلك أو ارتكبت أي فعل شاء تستحق من أجله عقابا من طريق خطائي تسبب فيه الغير أو الآخر المتمثل هنا الآخر دائما هو المجتمع هي تستخدمه يعني هي تناولت قضية المرأة داخل المجتمع ومشكلاتها ومشكلة المرأة بالبيت ويا أبوها ويا أخوها وتعرف يعني بعد هذا الموضوع بيسرد وزماني ومكاني أيضا نفس الوقت نصبي ما يبرر تسلط شخصية اسمها قاسم عبدالجبار هو والد زينب وهو نشأ في حضن أم متسلطة هذا يحكي عن الموروث الإنسان شون ورث في الشيء وورثها لأولاده يعني عاش في بيئة صعبة جدا وانعكست على شخصيته فكان قاسي جدا بس مع ذلك هو جدا قاسي بالرواية بس أكو بداخله هش إنسان هش وضعيف يصل إلى في بعض اللحظات أنه يقوم يبشي منها في أحد المقاطع يتكلموا يا زينب هسرة نذكرها يقوم يبشي وينهار بالدموع لأنه أكو إنسان داخله معنف فلذلك هو صار قاسي المهم هذه الشخصية المرهوبة التي قلنا حكينا عليها شخصية والدها تخفي داخلها ذات هشة تجلت مثل ما قلت لك عندما آنقته ابنته فعانقها بشدة وهو يطلقها من ضمن الرواية وهو يطلق العنان لشخقاته المكتومة كطفل يلوذ بحطن أمه واستغربت خديجة واحدة الشخصيات لانقلاب الأوضاع ولم تعد تفهم شيئاً تحول زوجها خديجة والدة زينب تحول زوجها إلى طفل وذيع يشكو يتمه لأم هي ابنته وغدت ابنتها التي لم تعرف معنى الأمومة يعني ما معم الزوجة ولا داخل الحياة الأمومة إلى أم عريفة بحاجات الولد يعني هي البنية زينب تحولت هذه اللحظة إلى أم عارفة بمشكلة هذا الأب وتصير بيها أحداثه هواية ركزت بيها الرواية على الدور التقولة في بناء شخصية الإنسان واهتمت المؤلفة أيضاً بالموروث وما يسببه من اختلال مثل ما قلنا وتشويه لطبيعة الكائن الذي يخلق جميلاً شوف هاي الكلمة شكراً عظيمة ثم يتحول رغم عنه إلى شخص مريض تكبله العقد العقد من يسببها؟ المجتمع أو البيئة والبيئة لكنها رغم تحريرها لبطلة الرواية استطاعت أن تمنعها من التهور يعني شخصية الرواية زينب هي الشخصية الأساسية أنطتها حرية كبيرة بالرواية بس هاي الحرية قيادتها لأنه أنت منطط حرية الشخص ممكن يرتكب جريمة مرات في سبيل أنه يثأر لكرامته أو شيء من هذا القبيل وهاي المشاكل بعض الحالات احنا نشوفها بالمجتمع أنه كثرة الكبت وكثرة التعنيف وكذا ممكن الطفل بعد أن يكبر يأذي أبوه أو أمه حد تؤدي بعض الحالات إلى القتل مرات شو نريد نقول بقى على الرواية طبعا هي رواية بتحكي عن المجتمع يعني هي صراحة بتناقش شيئا مهمة في المجتمع واللي انت حكيتوا هذا يعني شيء للأسف المجتمع أحيانا بسبب عقد في بعض البشر وبعدين بحاسبوا هدول البشر على العقد اللي سواها والحالة النفسية يعني عند الناس في كثير من الناس بتأثر وبالحالة النفسية اللي أثرت فيهم من المجتمع وهذا يعني بعود سلبا على المجتمع فالإنسان يعني تعرف زي أنا بشبهها باللي ماشي في الشارع وبحفر حفرة بتوقع بقول لك غير يبوء عليها بوء فيها وبعد شهر شهرين بيجي هو على رفس الشارع بوء فيها الحفرة صحيح فلما إحنا بنسبب مشاكل عند ناس في المجتمع هذا بلفه برجع لأنه المجتمع واحد يعني اللي يأثر علينا صمها طبعا نحكيه الرواية مثل ما قلت لك أنه هي أنطات حرية للشخصية ولكنها قيادتها بالأخير بالعقلانية لأنه بدل ما تتعمل فعل متهور ومثلا تنهز من البيت أو تقتل أبوها لأنه عنفها لا لتجأت إلى لغة الحواروية المود يصير أكو لغة تفاهم أو طبقة يوقفون عليها أو مساحة يوقفون عليها الأب والبنت نعم ويتفاهمون بالرواية أكو شخصيتين أو حكايتين حكاية زينب حسان وسريا وعاطفيا وهي بقلم الراوي الأساسي ورواية ذات الحكاية من زوايا أخرى ممكن رواية ثانية تغطي على الرواية الأساسية لزينب بس الرواية الثانية هي أيضا زينب ثانية هي زينب عبدالجبار مو زينب حسان اللي أبواغ وبطلها الشريك الذي يحمل اسم صلاح محمود وهو اسم موارب يظل القارئ ويهديه في آن واحد الحكايتين تتواشجان مثل ما يقول لك تتواشجان مو يتواشجان لأنه يتواشجان مذك أكو تداخلات هواية بالرواية بس تكمل وحدة الثانية وتنهض بيها دائما رواية بيها من الحلم والواقع ووعي ولا وعي ومرات تهور في بعض الأماكن تفسح عن شغلات يعني غير محتم عليها المجتمع تتحرر من منهج الواقعية الذي يكون فيه الراوي هو الأس وهو الشخص العليم بالبواطن والكاشف للأسرار الجاعل يعني الراوي جاعلن شخصيات بين يديه تتحرك وفق مسارات أفعالها كما شاء لها تلك الشخصيات جعلها تتحرر ويجعلها تحمل على عاتقها رواية ما أخفاها الراوي من حكاياته واختارت بعض الفصول اختارت فتشي اسمه سراد لفلول الذاكرة عنوان مثقل ثقيل جدا بحضور المغيب يعني دائما تحكي على ذاكرتها بهذا الفصول اللي أعطتها هذه العنوان وتحكي عن ذات البشرية والنسيان والطوع والفقر والقفز على نتوآت الروح والجراحات هواي سوال والرواية الأولى لامست الحكاية الحكاية الأولى هي حكاية الزينبين مثل ما نقول لامست الحكاية الثانية في بوحها بثنايا درب وجود الشخصية الأساسية ولامست فيها تسمية هذه مهمة شخصية زينب اللي اختبستها من رواية محمد حسنين هيكل زينب فهي كانت مثل يعني شون لنا عيشة في جلباب أبي ولكن الموروث موجود وتستند عليه بس تطلع من عنده استندت على رواية زينب محمد حسنين هيكل كأساس وخرجت وخرجت من عندها من جلباب الواقع هي مالتها طبعا خرجت بخصوصية وتفرد كثير بالنص دون تمرد يعني ما كان أكو تمرد بينها وبين الرواية الثانية يعني دون تمرد يقطع من الأصول الأدبية مثل ما يقولك وهي أعتقد تؤمن بأنه النمو والازدهار يتحققان لا يتحققان دون تواشج مع القديم والموروث بين اهميناتهم اي طبعا الرواية تفردت في الكاتبة فيها بالبوح بالأسرار رواية دون تعصن أو تكلف لتكشف لنا عما يثق الكاهلها دون تمن واللي قرر رواية يمكن أن يلمس شغلات أساسية رواية اتناولتها منها وأهمها سياسي حيث تناولت الأوضاع خلال الحرب الخليج الأولى وخلت هذه الأوضاع مادة للحوار داخل الرواية داخل شخصيات الرواية مثلا زينب كان لسان حالها لسان حال كل المواطن عربي برأيي وهي تردد حديث في الصفحة 23 يتقول حديث وأحداث واللحم البشري يصل على نار موقدة يعني قصد هل نحشي ونسولف ولكن الناس يموتون بسبب الحرب وهم عرب كانوا بيناتهم ثم تصف بحنق يعني واحد يعني ديوسف بأسى الوضع العربي قال لا ينفعنا اليوم مبدأ طبعا في الصفحة 47 يقول لا ينفعنا اليوم مبدأ تكاثروا تكاثروا نسل واهن ضعيف بسبب ذاك الوضع طبعا لا يفلح إلا في أكل بعضه البعض حين يجوه شوفوا التوصيف مع الاسف واقع واقع اي طبعا واقع مع الاسف يعني احنا نقول هذا الكلام بس هذا واقعنا في ذلك الزمان واللي حد الآن وسابقنا ايضا حتى في الوقت الذي سبق ذاك الزمان والسبب هي يعني معروف للقاصي والداني ما نريد ندخل فيه تواصيل اكثر الموضوع الثاني أو القراءة الثانية اعتقد كان قراءة اجتماعية بحثة حتى تدناول الرواية رؤية المواطن التونسي خاصة والعربي عامة بل تتجاوز هذه الرؤية الى مجادلة مؤسس علم الاجتماع العربي عبد الرحمن ابن خلدون في بعض الحوارات هي تحكيوية يتقول ماذا لو كان ابن خلدون قد اخطأ في عزي نشأة الامم والزهارها الى توتر العصبية القبلية وماذا لو كان المحرك الاساسي في الانسان لتحقيق الفعل هو شدة شدة الحسد تتلوها شدة طمع فشدة حقد تنتهي بالشماته هذا موجود الحوار في الصفحة 82 وطبعا اكو موضوع او ثيمة ثالثة هي اشكالية صراع الهوية التي يعاني منها الانسان العربي وتلاشي الهوية وحيرته امام اندثار ملامحها في التبعية السياسية لأحلام الغرب وطموهاته تفريطا في ارضه وافسحت المجال بالسرد وفرت له عناصر هواية فتان هم يدخل سياسة في الموضوع سياسة طبعا هو الهوية الاجتماعية او الصراع الهوية الانسانية من نقول انسانية هوية اجتماعية او هوية وطنية موضوع يدخل يدخل بالسياسة طبعا هذا موضوع يعني ما بي نقاش يعني احكي لك ايها صار يكره الواحد في وطن وارض ايه تقول كيف تسقط من الهوية هكذا دفعة واحدة كأن لم يكن للانسان دخل مرير في نحتها وسقل نتوآتها وتعبئة فراغاتها المجحفة والوقوف على شبوكها وانتصاباتها في وجه الشك والالتباس كيف يضيع امنه وتفر منه سكينته التي تربت على يديه منذ اعلانه البدئي عن حلوله في هذه الدنيا ثلثة عميقة طبعا جدا و بيها همين بلاغة والظاهر هي كثير كانت متأثرة بأرسته ب بن خلدون مثل ما قلنا و كتبت بلغة مليئة بالبلاغة عبقة بالمجاز والاستعارات والتكثيف بعيدا عن الاسهاب الذي نأهده في فن الرواية بعض الأحيان الروايات ممكن تقرأ بها سطور كبيرة كثيرة عفوا ولكن يجي راوية آخر أو راوية أخرى تكثف هذه السطور بسطور قليلة وتنطيق معنى أعمق وأشمل وهذه من الأدوات اللي يلعب عليها الرواية فهذه التكثيف والاستعارات هي من الأدوات اللي لعبت عليها الكاتبة أعتقد هي كانت مثل ما قلت لك متأثرة بالفلسفة ابن خلدون وأرستو وأيضا بخلفيتها الثقافية ومجتمعها وبيئتها وقريتها والفلسفة الإسلامية أيضا تأثرت في بعض الأحيان ممكن تقراها بالرواية الرواية يعني برأي بنختاروها أنه من ضمن أفضل رواية يعني مو عن فراغ موضوعاتها كان الموضوع جري وكتبت في فترة قليلة من الحرب يعني عادة من يكتبون أشياء أو روايين من يكتبون عدل الكتاب المأجورين خلي نسميهم من تكتب عن حدث وانت بعيد عنها مثلا هي مو عراقية نحن صح ومو كويتية ولكنها تأثرت وكتبت الرواية في فترة زمنية فترة التسعينات حرب الخليج الثاني كانت سنة 1991 والرواية صدرة سنة 1995 يعني خلال هاي الأربع سنوات تبلورت فكرتها عن هذا الكتاب صحيح زين فأني أنصح الجميع أنه يقروها واللي ما قاريها خلي يرجع يقراها ويخليها أو إذا ما عنده مجال هسا يخليها في حسبان أنه يقرى هذا الكتاب لأنه كتاب مهم جدا تجربة فريدة وطبعا بالتحديد النساء من العالم العربي لازم يقرون هذه الرواية لأنها تحكي عنهم هما عن معاناتهم هما عن تجارب تخليك تعيش أنت اللحظة والحالة يعني حتى لو هي البنت أو القارئة اللي راح تقرأ الكتاب ما معنفة ولكنها راح تكتشف هواية شغلات توسعت في وصف كثير من القضايا اللي بتهم المرض طبعا ايه طبعا اعتقد هي عندها أيضا خلفيات سياسية ومهمة يعني هي هما أثرت على هذا كتابتها نمط كتابتها يعني تحرر تحرر هواية تونس تعرف فيهم هم شعب تواقل التحرر ودائما يكونون شعب مختلف من أيام يعني تحررهم من الاحتلال الفرنسي وهما دخلوا في عالم من الحرية والفسحة كبيرة من أمام الأدب والكتابة والشعر وتميزوا بها ولكن للأسف قلت لك أكو مشكلة بين التواصل بين القارع في المشرق العربي والمغرب العربي هاي مشكلة كبيرة طبعا إلا القارع المهتم واللي يبحث ويدور وكذا هذا مستثنى من هذا بس احنا نحتي على القراء الاعتياديين شوف مدام ذكرت بين مئة رواية قد تكون فاتحة لبعض الأشخاص لقراءة للأخوان الكتاب في المغرب العربي يعني فهذا جيد جدا وهذا يعني يعطيك دلالة على حسن الاختيار وفي شيء مهم في الرواية اللي هي أتوقع إنها استخدمت علم الاجتماع كثيرا زي ما انت حكيت في موضوع الطفل كيف ينشأ وتأثير البيئة عليه قضايا المرأة التأثر بالرجل سلطة الرجل المجتمع يعني عملت فعلا قضايا مهمة العائلة العائلة ودورها بتكوين المجتمع هذا يعني مثلا شون أنت تخلق مجتمع سليم بدون أن تكون العائلة سليمة نعم العائلة هي أساس المجتمع أو الأفراد خلي نقول ما نقول عائلة الأفراد هم أساس المجتمع لم يخرج يعني ما نجحت في إنتاج الشخص ما نقول سليم مئة بالمئة ولكن سليم لحد ما يعني سبعين ثمانية مجتمعيا راح يظل عندك مجتمع مشوه لأنه قلنا عادات التقاليد التابوهات القبلية العشائرية وهذه ما تعاني منه مجتمعاتنا العربية وراح تظل تعاني مننا إلى أبد الآبدين إذا ما يصير أكو ثورة داخل هذه المجتمعات مع المحافظة على القيم تعرف محمد يقال فاقد الشيء لا يعطيه يعني أنت تطلب من الرجل أن يعطي حرية للمرأة وحرية للطفل وهو ليس لديه حرية أصلا في العمل وليس لديه حرية في السياسة وليس لديه حرية في العمل في حتى إيجاد قوت يوم مشكلة تراتبية عزيزي وتتراكم هذه نعم وبالتالي المرأة لا تعطي الحرية لطفلها والطفل عندما يكبر لا يعطي الحرية لأخته ولا لزوجته وهو الدولاب ففعلا اللي أنت بتحكيه صحيح هو أتوقع أنه الرواية طرقت لكثير من هاي الأمور نعم نعم طرقت لكثير من هاي الأمور ف يعني نترك الموضوع بعد للقارة اللي يقرأ الرواية لازم هو بعد أنه يحكم عقله صحيح ويشوف شنو دائما عالم الرواية يخليك تعيش تجربة مو مثل كتب التاريخ كتب التاريخ هي أو كتب الفلسفة والاجتماع وكذا وهاي الأمور الرواية القصة دائما أنا أحكي على الرواية دائما لأنه أقول الرواية هي عالم خيال أكثر من ما هو واقع طبعاً طبعاً هذه التجربة التي قرأتها سابقاً بتجاربك الشخصية في حياتك اليومية دائماً دائماً أنت بتقارن حتى لما تحضر فيلم أو تحضر مسلسل بيأثر فيك بشكل عام وأتوقع أن الرواية هي أفضل طريق تجاربك الشخصية كما يقول اكتشاف نفسك من الذات الداخلية صحيح فقرات الروايات شيء مهم يعني صراحةً محمد أنت أبدعت في نقل صورة موجزة للرواية طبعاً الرواية لن نعطيها حقها طبعاً أكيد ما نقول يعني أحنا ما نعطي رأي نقد وأنا ما نتناول الرواية ببساطة موضوع بسيط ونجيب معلومات منا ومننا بالإضافة إلى معلوماتنا أيضاً ونطرحها للمشاهد وعالمود يصير عندها تصور عن شنو اللي راح يقرأ صحيح أذكر مرة تانية أنه جميع الروايات اللي قرأناها واللي تبعت الأسبوع هذا والحقة الأسبوع القادم راح تلاقوها على رابط مكتبة كنار كلها ممكن تنزلوها بPDF تقرؤوها من الموبايل من الآيباد من الكمبيوتر زي ما بتحبوه راح أذكر لك شغلة مضحكة هسه قبل الرواية هاي اللي قاريها طبعاً أتحدى كلهم اللي قرواها أكو خطأ ما حد انتبه له أوف أوكي والله بس الخطأ هو وين لما تروح للرواية تقرأ تشوفها إذا تفتح الPDF ما لاته وتروح على الفهرس بالأخير خطأ مطبعي طبعاً هو هذا ما يقرأ ما ينتبه عليه إلا واحد يدقق بصغار الأمور بالرواية مثل ما يقول له اشتغل في مطبع مكتوب بالفهرس الفصل الأخير الصفحة 177 أيها بس وماك 177 117 أوه وبعدين وراء الفهرس 125 ترجع انت تقرأ تشوف هنا صحيح 117 صح له مضبوط صح هذه شغلة ما ينتبه له إلا واحد مدقق كتب طيب محمد احكينا عن كتاب الأسبوع القادم راح نحكي شغلتين قبل يعني نحكي عن الكتاب الأسبوع القادم اللي واختاريناه من الكويت الكاتب اسماعيل فهد اسماعيل الرواية اسمها شوي سيبيات أنا أقول سبويسيات سيبيات أعتقد من هي منطقة اسمها السيبيا بأن ما قرأت الرواية بعدني حاليا ولكن اسماعيل فهد اسماعيل أيضا من الروايين اللي اختاروا كتبهم كأفضل روايات كانت محتاراني بين روايين اثنين بين بوثينا العيسى رواية قويتية شابة ولكن لأنه كنا نحكي عن رواية تونسية اختاريت أنه اسماعيل فهد اسماعيل الكتاب مالته زين هم نترك المتابعين يقرون الكتاب وهو إذا حبوا يشاركون برؤاهم أو مداخلاتهم أو أي شيء أو تصوراتهم عن الكتاب هذا شيء والشيء الثاني عندي صديق شاعر عراقي هنا أنا في أوتاو اسمه عبدالإله الياسري نزل قصيدة على صفحته بالفيسبوك بمناسبة الذكرى السنوية لرحيل شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري اللي مرت الذكرى السنوية لوفاته اليوم البارحة القصيدة هذه يسمها أحزان الصمت وألقاها في حفل تأبين الشاعر الجواهري الذي أقامه المثقفون العرب في جامعة أوتاو في الحادي والثلاثين من الشهر أب سنة 1997 سنة سنة رحيل الجواهري فإذا تسمح لي لأنه أنا عجبتني هاي القصيدة جدا ولازم أشاركها وياكم القصيدة اسمها أحزان الصمت يرثي فيها الجواهري ربعا أنا أبو نوفة صديقنا وعزيزنا ومثقف من طراز رفيع جدا نوجه له تحية من منبر كنار تيفي القصيدة اسمها أحزان الصمت يقول ماذا أقول أسن وماذا أنظم والصمت أبلغ حينما يتكلم كثر الضحايا كربلاء وحزننا فبأي جرح أبتدي أو أختم جرح على جرح على جرح بلا حد تصف تصف بنا الجراح وتركم حاولت ترجمة النزيف فلم أجد لغة سوى لغة السكوت تترجم وحسبتني أخفيت القلبي فانبر يجري بجفني حين فاض به الدم وكتمت ما بي ساكت فتحدثت عيناي عما في سكوتي أكتم قد كنت حيث أبو فرات بيننا أبو فرات هو محمد مهدي جواهري كنيت أجد فلما مات 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 لي الفم من أين يأتيني البيان فأحرفي خرست وأفصح ما بها يتلعثم دفنت دفنت بمدفنه القوافي وارتد كفن الرماد صهيلها المتضرم ولذا فحسبي أن تكون قصيدتي صمتي وحسبي أنني متألم ولرب صمت لم تسل به دمعة كبرا أشد من البكاء وأعظم وعزاء نفسي إنه حي وإن سكن التراب وأنه المترنم خاض المخاطر كلها متوقيا أمنا يقاد به الأديب ويلجم أيعيش أكرم أهلنا متشردا ويموت مغتربا بقبر عنهم تبا لرمل لم يضم رفاته وبه الرمال بكل أرض تحلم فبكل صبح من ربيعه وردة تنمو ومنه بكل ليال أنجم باق ونحن الراحلون وإننا أولى بمرثات بمرثات العراق سحابة طالت وطال بها الزمان المظلم تحية للشاعر عبدالإله الياسري أبو نوفل وأنا بعثت له مسج قلت له تسمح لي أقرأ القصيدة بس لأنه رزيت في وقت آخر ويمكن بعد ما قرأ القصيدة فأستميح عذرا أنه قرأت القصيدة قبل ما يوافق له وما أعتقد ما راح يقول لا الرجل بس هي لأنه ذكرى عزيزة ذكرى رحيل الشاعر العربي أكبر الجواهري مؤلمة أيضا شاعر مات بالغربة ولم يدفن في أرض العراق رغم أنه كتب عن العراق طول حياته طول حياته يكتب عن العراق ويكتب يعني هنا يعني ندعو للجواهري ولكل من حمل القضايا العربية على كاهليه وحاول أن ولو بلسانه ولو بقلمه حاول أن يدافع و يساعد أبناء جلدته نقول لهم لقد رحلتم بأجسادكم لكن بقيتم بأنفسكم فأنتم إن شاء الله من الخالدين رحمهم الله جميعا وطبعا أيضا التعازي أيضا بوفاة الشاع الأديب الفلسطيني هارون رشيد اللي توفق قبل كم يوم في كندا في مسساقة أيضا هو كان من شعراء الوطنيين واللي يتغنون بحب الأوطان وأيضا نفس المأساة بينه بين الجواهري أنه ماتوا عندهم حلم العودة إلى أوطانهم يعني موضوع مؤلم ولكن الرحمة والخلود لهما هم رحلوا ولكن أعمالهم خالدة وأشعارهم خالدة وتتناقل هالأجيال دائما صدقت يعني الإنسان بعمله محمد أنا بس بدي أركز أنه اليوم كمان في طبيب مصري يقال عنه طبيب الغلابة برضو رحل ولكن كتب عنه على الفيسبوك يعني هو أكيد لم يتوقع حتى يعني في حياته أن يكتب عنه لكن كتب عنه بالفيسبوك كثيرا فهذا اللي بنحكيه دائما أترك بصمة ليتذكرك الناس بالخير لأن كلنا زائلون ولكن يبقى الصيط والحسن والناس تتذكر الشيء طيب فخلي الناس تتذكر عننا إن شاء الله شيء طيب أشكرك محمد على الحياة لك عبو ويعطيك الفعافية بنسك بالموقع تبع موقع رابط كنار موجود على الصفحة أو بالكومنت والأسبوع القادم سبيليات لأسماعيل فهد إسماعيل نراكم الأسبوع القادم وتصبحونا على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر